أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية وخلال اجتماع أشار مدبولي سعي الحكومة لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً عالمياً لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة كما تناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات وناقش الاجتماع أيضاً الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات